موضوع الاختيار هل الله يختار أناس للخلاص وأناس للهلاك؟ فعشر دقائق يعني أكيد مش أنا اللي هاحسم المسألة دي في من هم أفضل مني وأقدر مني وقتلوا الأمر بحثاً وكتبوا مجلدات ولم تزل يعني أقلام الكتاب تكتب وتنشر أو الكيبوردات بتاعة الكتاب ما زالت تكتب وتنشر في هذا المجال أنا يعني أقدم طرح بسيط في دقيقة مش في عشر دقائق على قد معرفتي وأرجوكم تسمحوا لي بصغر معرفتي يعني أنا راجل صغير في المعرفة فاحتملوني عندما أقول على قد معرفتي اللي أنا فاهمه من الكتاب المقدس حاسس أنه الإنسان مسؤول عن خلاص نفسه وبالمنطق بالعقل ومن إعلان الكتاب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون مسؤولية الإنسان وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة التوبة هي المضاد الوحيد للهلاك وليس الاختيار فالإنسان مسؤول هيجي هنا سؤال وهل الإنسان يستطيع أن يمارس مسؤوليته بدون تدخل الله حاشا الله دائما هو الإنيشياتيف هو صاحب المبادرة المبادر فالله يعمل في قلبي رومية اتنين أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير علم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة أيوة هو عمل إلهي مستمر لكي يقودني إلى التوبة هل الله يعمل في جميع الناس لكي يقتادهم إلى التوبة في ناس تختلف معايا في الإجابة بتاعتي بس أنا إجابتي نعم وإلا كيف سيواجههم وينظر في عيونهم ويقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان فالله يعمل في الجميع لكي ما يقتادهم إلى التوبة أنا كده خلصت حتة التوبة والهلاك الاختيار بقى على قد اللي أريته وجدت أنه لما حد يقولي الإختيار أقوله من فضلك تقصد إيه بكلمة الإختيار هل تقصد دايما رابط الإختيار بالنجاة من الهلاك طب أنا أقولك على ثلاث كلمات أقولك أنه المسيح مختار هو ذا مختاري يهو ذا مختار شاول بن قيس مختار مختار يعني إزاي تطبق الكلام ده على المسيح مثلا على يهوذة مثلا واختار الاثني عشر فلما تقول مختار لازم حضرتك توضح يعني اختيار إيه بالزمد اختيار من إيه واختيار لإيه أنا لما عدت أدرس الآيات اللي بتتكلم عن اختيار المؤمنين في العهد الجديد لقيتها كلها لمقام لعيننا للتبني مختارين لكي نكون قد يسير مختارين حتى لما يقول اختاركم للخلاص يقصد الخلاص في مجمل بركاته وليس مجرد النجاة من الجحيم اللي هو أقول عنه خلاص هذا مقدر وهي جات مرة واحدة اختيار للخلاص لكن الخلاص هنا مجمل البركات المسيحية وليس مجرد النجاة من الهلاك